سلام عليكم ازايكم يا حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا في احسن حلوة احسن صحة وجيت لكم بفيديو جديد زي ما حضراتكم شايفين كده كل عام وحضراتكم بالف خير بقناسبة شهر رمضان المبارك حبيت طبعا اشارك معاكم الفرحة انا طبعا بحب دايما ازين بيت السلاحف بمفارش رمضان طبعا النهاردة بقف ما عملتلهم البيت فوق السطح بجد ريحني كتير ومبسوطة منه كتير جدا انه واسع وكمان مشمس وفي نفس الوقت حبيت بقى ان انا احط فيه بقى المفارش بتاعة رمضان وكمان فوانيس رمضان زي ما حضراتكم شايفين طبعا ده بالنهار بالليل بقى حاجة تانية خالص زي ما كده بنقول رمضان في مصر حاجة تانية هنصلي على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه ونذكر الله لا بذكر الله تطمئننا القلوب سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده زأزوء بسم الله ما شاء الله نشيد جدا كل ما بغير اي حاجة في البيت بيحب طبعا يروح وييجي ويتفرج هنا طبعا دي عربية الفول وهنا القطايف والكنافة بس طبعا رحمة ما بتسيبش حاجة مكانها كان بتلعب بيهم فقطعت بقى المفروض الدوار دي اللي هي القطايف يعني ودي عربية الفول وطبعا الفوانيس ومفارش رمضان بالشخصيات الجميلة اللي كانت بتعيش معنا طول شهر رمضان طبعا عمو فؤاد وبكار وكورومبو والشخصيات الرائعة الجميلة دي بجد رمضان بقى في مصر حاجة تانية هنا طبعا حبيت احطه لكم بالليل اوريكم بالليل طبعا الانوار دي ما كانش هتبان بالنهار خالص فحبيت اصوره لكم بالنهار وكمان بالليل هنا طبعا برضو انا حطة انوار احنا متعودين دايما في مصر ان احنا بنحتفل برمضان بالانوار والمفارش والفوانيس والزينة بتاعة رمضان حتى الشوارع تحبوا تتفرجوا عليها ريحة رمضان كده وشكل رمضان في الشوارع بالذات في مصر بيبقى ليه فعلا طعم تانية يا صدق اللي قال رمضان في مصر حاجة تانية هنا طبعا انا حبيت اعمل قعدة كده فوق السطوح مع السلاحف خصوصا لما عملت لهم البيت ده زي ما بقول لها حضراتكو كده ريحني كتير البيت واسع وكمان السطح واسع احيانا بطلحهم برة في السطح يتمشوا واحيانا بسيبهم في البيت بتاعهم على حسب يعني فطبعا لازم لما اقعد معاهم او اصورهم او كده يكون شكل البيت جميل بيدي راحة نفسية هنا طبعا شكل من فوق السطح شكل المنظر زي ما حضراتكو شايفين كده جميل قوي يمكن هو كمان مش واضح قوي في الموبايل بس الانوار يعني بتبقى شكلها جميل كده بالليل مع الانوار بتاعة رمضان بتبقى روعة بصراحة فحبيت طبعا اشارككو الزينة رمضان في بيت السلاحف عايزة حضراتكو تقولولي ايه رأيكو شكلها حلو ولا لأ وكمان بالنسبة لموضوع المسابقة لو اي حد بقى احتفل برمضان وزين بيت السلاحف بزينة رمضان يبعتلي وانا هنزل الفيديو بتاعه عندي على القناة ونشوف انه فيديو احلى هنا طبعا انا جبت السلاحف تحت لمبة بتاعة الديسكو اللمبة دي اسمها ديسكو فحبيت او رهالكو بقى مع فانوس رمضان هم طبعا بيقولوا في ايه مستغربين من الالوان والاضاءة بس شكلهم جميل قوي ماشاء الله عليهم عايزة حضراتكو بقى تقولولي ايه رأيكو هنا كمان انا جبت السلاحف الفقس عشان كل السلاح بتاعتنا تحتفل وبتقولكو كل عام وانتوا بألف خير عايزين مشاهدات كتير لايكات كتير شير كتير عشان القناة يتجبر بيكم وليكم وكمان كله يستفاد ونحافظ على السلاحف من الموت ومن الانقراض ويا ريت بقى تقولولي عايزيني اتكلم في الفيديوهات اللي جاية عن ايه مواضيع اللي بتحبوها اكتر الروتين بتاع زأزوء وزأزوقة ولا علاج السلاحف ولا معلومات عامة ولا ايه بالضبط يعني قولولي وكمان اكتبولي في الكومنتات مين اللي استفاد من القناة بتاعتي فادته بايه يعني كل ده عشان تشجعوني انازلكو فيديوهات اكتر واكتر الكومنتات بتاعتكو بجد بتسعيدني كتير جدا يعني فهستنى بقى كومنتاتكو تقولولي ايه رأيوكو فيديو كورو بتاع البيت وزينة رمضان وكل عام وحضرتكو بالفتير ترجمة نانسي قنقر